السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الحق المبين الحمد لله الذي جعل الحق من صفاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمر أن لا نعبد إلا إياه مخدصين له الدين وذوكرها الكافرون ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وكدوتنا واسوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله لرسالة الحق حامل المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا ودعا الله بإذنه والسراجة منيرة صلواته رب وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزر معه أولئك هم المفلحون أحبة في الله حقوق محفوظة باسم الله الحق المعين ألا فلتسمعوا يا إخوتي تبييني ألا فلتحفظوا لأهل الحق حقهم ولا تبخصوا بالله حق الدين هل يستوي في الناس بر عادل مع ظالم قد خاب يوم الدين أحبة في الله حق المريض من الحقوق التي غفل عنها كثير من الناس في هذا الزمان والتي أهدرت وضاعت وسقطت في هذا الزمان وإن لله وإن إليه رجعون لا شك ولا ريب بأن من أفضل النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها علينا نعمة الصحة والعافية هتان النعمتان لا تقدران بكنوز الدنيا وبأموال الدنيا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ فهل حمدت الله تبارك وتعالى على نعمة الصحة والعافية؟ يا أخي أنظر لمن حولك أنظر لأصحاب المرضى مرضى الضغط والسكر والقلب والكلة والكبد أنظر إلى أصحاب المرضى الملأة في المستشفيات وملكة الطبية حين تحمد الله تبارك وتعالى على نعمة الصحة والعافية من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام للمسلمين ولأمته حينما أخبر عليه الصلاة والسلام فقال حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجب وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمت وإذا مارض فعد وإذا مات فاتبع وإذا مارض فاتبع وصياه عليه الصلاة والسلام عيادة المريض حتى أن الله تبارك وتعالى كما في حديث القدسي الصحيح يقول الله تبارك وتعالى رب العزة تبارك وتعالى ربنا العلي الكريم الواحد الأحد الملك الحق يقول عبدي مارضت فلم تعودني فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العلم فيقول مارضة عبدي فلان فلم تعود أما لو عودته لو وجدتني عنده أما لو عودته لو وجدتني عنده جارك المريض متى آخر مرة زرته صاحبك المريض هل اتصلت به اطمننت على حاله نتحدث عن حق المريض في هذا اللقاء لأن كثير من المرضى في وقت المرض وفي وقت البلاء وفي وقت الشدة يتمنون الموت ولا حوله ولا قوة تقلب لا وهذا خطأ وهذا خطأ وهذا حرام كثير من المرضى في وقت المرض وفي وقت الشدة يتركون الصلاة بالكلية وهذا لا يجوز وهذا حرام كثير من المرضى في وقت المرض يذهبون إلى السحر والكهنة وهذا حرام ولا يجوز كثير من المرضى في وقت المرض وشدة يصيبهم جزعه والسخط على قضاء الله وقدره وهذا حرام اصبر اصبر لكل مصيبة وتجلد واعلم بأن المرأة غير مخلد أو ما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد فإذا ذكرت أحدا ومصابه فاذكر مصابك بالحبيب محمد عليه الصلاة والسلام إذا منابك الدهر إذا مناخبك الدهر فالجأ إلى الله تبارك وتعالى وأصابك المرض فالجأ إلى الله تبارك وتعالى وادعو الله تبارك وتعالى أن يحفظك وأن يتم شفائك لا تشكو حالك إلى مخلوق مثلك لا يملك نفسه نفعا ولا ضر لا احنا في ابن قيس ابن أخيه أتى إليه يشكو إليه ألما في بطنه واجع في بطن مريض فقال يا ابن أخي لا تشكو حالك إلى مخلوق مثلك لا يملك نفسه نفعا ولا ضر ولكن يشكو حالك إلى الله تبارك وتعالى فهو وحده القادر على أن يدفع عنك هذا الضر أول حق من حقوق المريض أن تعوده وأن تزوره لله تبارك وتعالى ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى مش من أجل مصطحة مش عشان جزارك لما كنت مريض فأنت بتردله يبقى واحدة بواحدة لله تبارك وتعالى ابتغاء وجه الله عز وجل إنما نطعمكم الوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورة أن تذكره وأن تبشره وأن تحذره أن تبشره بثواب الصبر إنما وفى الصبرون أجرهم بغير حساب أن تبشره بثواب الصبرين الذين نصبرون على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره وأن تسلي عنه بذكر أحوال السابقين من الأنبياء والمرسلين مما نبتلوا بالأمراض يا بي إلهي أيوب عليه وعلى جماعة يا بي إلهي السلام سيدنا أيوب 18 سنة في البلاء 18 سنة مريض أقعده المرض في الفراش وفي النهاية في النهاية ماذا قال وبأي كلمات دع الله تبارك وتعالى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر تعرف سيدنا أيوب حصله إيه ولاده كلهم ماتوا أقعده المرض في الفراش تخلى عنه كل الناس لم يتبقى معه إلا امرأته ورجلين كان من خواص أهله كان يغضوان عليه ويروحان تخيل يعني فقد ماله فقد أولاده وبعد كل ده بيقول لي ربنا أني مسني الضر وأنت أرحم الرحمين فاستجابنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله معهم رحمة من عندنا وذكر للعابدين إذن تبشره وتسلي عنه بذكر أحوال السابقين من الأنبياء والمرسلين ممن ابتلوا بأمراض فصبروا واحتسبوا الأجر من الله تبارك وتعالى وأن تحذره من الجزعة والسخط على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره وأن تذكره بأن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره وأن تذكره وتعينه على ذكر الله عز وجل وأن تبزل له الرقية الشرعية وأن تبزل له الرقية الشرعية وغيرها من الأذكار إيه بقى المفروض تعمله عند المريض ودي بقى أمور يعني قل من يتنبه إليها لما تروح تزور أي حد مريض أولا أولا لابد أن تدوى لها إزاي؟ تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات من السنة الأمور دي الأولى لك من السنة وردت بها الأدلة من سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام أن تدوى له أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات أن ترقيه إزاي؟ تضع يدك على الموضع الذي يتألم منه من جسده وتقول أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وتقول وتقول كما رقى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام من النبي صحر عليه الصلاة والسلام ولكن هذا لم يؤثر على دعواته ولم يؤثر الرسالة صحراه لبيد من الأعصم ورمي السحر في البئر صحر النبي عليه الصلاة والسلام فنزل الجبريل عليه الصلاة والسلام فبذل للنبي عليه الصلاة والسلام الركنة الشرعية إزاي بقى الجبريل عليه الصلاة والسلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك هذه من أهم الأدعية إذا أردت أن ترقي أحد ممن تعرفهم من أقاربك وأحد زملائك أصدقائك إخوانك من المرضى قل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس نوعين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك وعليك بالفاتحة عليك بالفاتحة عليك بالفاتحة فإنها الشافية الكافية وكل بأس طغور إن شاء الله وكل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع عليهم وكل اللهم رب الناس أذب البأس إشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر وسقمه وكل اللهم اشفى عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة وغيرها من الأذكار ممن تبزلها إذا زرت أحد المرضى من المسلمين كل اللهم اشفى عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة اللهم رب الناس أذب البأس إشفى أنت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر وسقمه وحذر المريض وأنا أحذر كل مريض من تعليق التمائم هذا أمر منتشر يقولك السنة مريضة عشان يتحسد عشان يتعمل لي سحر فيعلق التمائم التمائم شرك التمائم كما ذكرنا من قبل فلا ينبغي أن تعلق قلبك بغير الله عجل في هذا الوقت في هذه الشدة لا تعلق قلبك إلا بالله سبحانه وتعالى إذا علقت قلبك بالله تبارك وتعالى شفاك الله تبارك وتعالى وحفظك من كل سوء ومكروه أما إذا علقت قلبك بالبشر إذا علقت قلبك بغير الله تبارك وتعالى من البشر وغيرهم وكلك الله تبارك وتعالى إلى ما تعلقت به وأتاك الخزلان من جهة ما تعلقت به عشان كده برضو دي نصيحة وشوف أنا أقول النصيحة دي وأنا بقولها وأنا طبيب كثين من مرضى بيظن أن الطبيب هو اللي بيشفي لا يا جماعة المريض الطبيب ليس هو الشافي إنما الشافي هو الله تبارك وتعالى الطبيب ما هو إلا سبب تداوي يا عباد الله إنه بقل كده عليه الصلاة والسلام تداوي يا عباد الله فما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله فإياك أن تظن أيها المريض بأن الطبيب هو الذي سيشفيك أو أن الدواء أو الأقراص العلاجية هي التي ستشفيك إنما الذي يشفيه هو الله تبارك وتعالى بإذنه وفضله ومنه وكرمه فأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا وجميع مرضى مسلمين أن يمتعنا وإياكم بالصحة والعافية وأن لا ينزع عنا وعنكم ثوب الصحة والعافية اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارثة منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصرنا اللهم أرنا الحق حقنا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل ورزقنا الشنابة دون طيبين وفي أمان الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخلا